تعرف أنه لو لا وجود برشلونة وريال مدريد بالدوري الإسباني كان أتلاتيكو مدريد من سنة 2014 للآن محقق عشر بطولات دوري إسباني على التوالي فحرفي أنها منحكي عن واحد من أسوأ الحصوص اللي ممكن تشوفها بالتاريخ ولما قرر أتلاتيكو مدريد أنه يهرب من إسباني وراح لدوري أبطال أوروبا وصل بالنهائي بسنة 2014 وواجه ريال مدريد مرة ثانية وخسر دائماً أربعة واحد النادي ما استسلم ورجع قرر يواجه بدوري أبطال أوروبا ووصل للنهائي ب2016 ورجع وواجه ريال مدريد ورجع وخسر دائماً مرة ثانية فلك أنت تخيل قمية الحظ السيئة اللي مواجهة هذا النادي بدوري موجود في برشلونة وكذلك ريال مدريد فاليوم بنعيد بناء أتلاتيكو مدريد ليحققوا أول دوري أبطال أوروبا عبر تاريخهم الكامل وحالياً أنا المدرب الجديد لنادي أتلاتيكو مدريد والهجوم عندك جريزمان أقوى لاعب بالفريق هو وأبلك 88 ريتنج وشرط أساسي بهاي السلسلة أنه ممنوع نعدل أي تعديل على الميزانية ميزانيتهم 78 مليون يعني ما بتجيب لك إلا لاعب واحد تقريباً غير عن أنه منافسة الدوري الإسباني يعني لا إلكون ورب مشتعلة ضروري مبدئياً أن نزل بعض اللاعبين أساسين ليش سأل أساسي وديببول برا طيب؟ شباب حتى موراته وصل 84 للأمانة تشكيلة أتلاتيكو بدون أي إضافات ما تعتبر سيئة حالياً أكبر لاعب الفريق هو أكسل فيتسل وبعده أسبل كويتو وفي فيتولو كذلك وسبج وأي لاعب أبي يلزمنا لازم أنه مبيعه لأنه شايفين الميزانية الميزانية معفنة يعني أنا لعبين بمركز الظهير اليسار والتنين نفس الريتنج حرفياً فليش ما نبيع واحد منهم؟ حتى أنه عندي أربع قلوب دفاع تقريباً قوتهم حدود لثمانية فهذا أكيد ما رح يلزمنا حتى الإيمار ممكن أنه نبيعه ونستفاد من المبلغ الخاص فيه وطبعاً نحن عايرين جواو فليكس لنادي برشلونة ومقدم معهم مستويات تاريخية حالياً من بداية يا جماعة جاني عرض للإيمار بـ 32 مليون بس قالوا شو العرض التعبان هذا يا أنتر صراحة بطلب منهم مبلغ 37 مليون حيفيدني جداً بالميزانية إذا وافقوا يا عيني عليك يا أخ شو السهولة بالمفاوضات هي حسيت حالي فابريزيو رومانو غير عن أنه محتاجين خط وسط خلينا نقول يشللنا يا جماعة التشكيلة بالكامل لأنه ما في ولا خط وسط تقدر تقول عليه من مستوى عالمي ما في واحد مثل بيلينغهام أو مثل بيدري أو مثل كيفين دي بروين الهجوم يعتبر جيد ولكن فيه إمكاني أنه يتطور ليش لا حتى فيتس الإجارة أرض من لاتسيو بس بـ 6 مليون بس يلا يا عمي بيع بيع أي مبلغ بيجيني حالياً حيكون مفيد جداً للميزانية لأنه حدا فيه أني وصل للميزانية لفوق 150 مليون ما شاء الله على المخ يا جماعة حالياً أنا شايف أنه لازم نعطي خطة تدريب للفريق واحد دنتلي جريزمان يعتبر أهم لاعب حالياً بأتلتيكو مادريد فليش ما بنحاول نشتغل عليه بمسألة التزديد وكذلك السرعة ونجوم المهارات كوكي كمان عمره كبير يعتبر الصراحة حالياً وظاهر أنه حيبلش يضعف ولكن دفاعياً المفروض أن يتطور دي بول وصل عمره كمان 29 سنة وليش ما بنعطيه تعليمات هجومية حتى أنه يسجلنا العديد من الأهداف مراتا يا مراتا مشكلة هذا اللاعب أنه ما بيعرفينه فلازم نزوده بالإنهاء على السريع حتى دي باينس يضيفه على قائمة الانتقالات لاعب منتهي أصلاً طيب حالياً وصلت الميزانية لـ 114 مليون وأنا شايف أنه صار وقت نتعاقد مع مدافع من الطراز الرفيع صراحة بالي مع لاعب بايرن ميونيخ اللي هو الكوري كمان جاي عمره 26 سنة وكذلك قوي جداً وسعره مكتير غالي يعني ممكن بـ 50 مليون يورو ناخده يا جماعة من الباير مبدئياً يعني أنا شايف 50 مليون ممكن يوافقه ممكن لا طلب 53 مليون والله حلوة ولكن حيأخذ لي تقريباً نص الميزانية بس أنا حفاصل معهم فقري حدفع 53 مليون يا حبيب ما معي ميزانية شايفيني مفلس أصلاً يلا 51 مليون شوفوا ها شوفوا فنون التوفير يا جماعة هدول مليونين يعني مندفع الراتب إغريزمان يعني هون الخطة الاقتصادية الموضوعة تشير إلى الحرفية والمهارة والدقة والإتقان ما بدنا نزود بسلهم الرواتب مشان نضال معنا ميزانية لنهاية الموسم نعطي راتب 100 ألف فقط يا سلام وافق الكم من جاي تعرفوا شرطنا الأساسي بهذه السلسلة إذا جبنا خمس صفقات بتقييم A لازم أنك تحط لايك على هذا المقطع للآن العداد يشير إلى الصفر من خمسة وإن شاء الله تكون هاي أول صفقة بتقييم A ورسمياً مدفعنا الجديد كم من جاي بيكون أول صفقة بسوق الانتقالات الحالية أهم شيء الإدارة تعطيني تقييم A يعرف أنه يقيمو A الحمد لله حلو أول صفقة بتقييم A ممتاز حالياً بيدزل أساسي مكان سافيتش وهذا يعتبر أقوى مدافع حالياً بالفريق وبتطور الصراحة محتاج خط وسط من الطراز الرفيع وليش ما بجرب أخذ دي بروين من نادي منشستر سيتي أكيد الكل حي يضحك الآن ولكن ركزه أنه منشستر سيتي عمي لعب هذا الموسم بدون كيفين بروين وما هيك مبادعين وواصلين مرحلة جيدة بدور الأبطال من صدرين مجموعتهم وكذلك ترتيبهم بالدوري أسطوري فممكن جوارديولي يفكر يستغني عنه بس المشكلة بسعره يا جماعة والله حيكلفنا مئة مليون والمشكلة أنه الميزانية خمسين مليون بس فلازم نبيع لعبين طيب حالياً فيتسل تطلع من نادي بنجاح تخيل يعطوني تقييم A على هاي الصفقة والله صفقة عادية بس معقولة مستحيل صح؟ أوه يا جود والله نويس تاني صفقة بتقييم إيه وجان عرض للظاهير اليسار من نادي ريال مدريد أوه ركز يا جماعة ريال مدريد منافس مباشر شفتوا لما أعطينا جواب فيلكس لبرشلونة راح جلدنا هلأ نعطيهم هذا؟ يروح يصانع جول الفوز بآخر دي؟ لا الريال عنده أزمة بمركز الظاهير اليسار من لما طلع مارسلو فليش ما منطلب منه نهيك أبو 28 مليون بيتفى يا جماعة كاش هدول وسبعين مليون يورو فقط؟ واو يا العرض التعبان والله العرض التعبان صح الصراحة ومعليش والله والله برفضه أنا شايف أنه جريزمان قائد مشروعي جماعة صار له معنا عمي عافر من سنة 2012-2013 وللآن ما أخذ ولا دوري أبطال أوروبا حالياً الظاهير طلع بنجاح وبيجبلنا 30 مليون يورو فممكن أن يتعقد مع كيفن دي بروين هل تقييم إيه ولا لا؟ والله حرام يا رجل والله حرام ليه بي؟ كان ممكن بيعه زيادة كمان وصلت الميزانية 90 مليون مستحيل يقبله ستيتي بتسعين مليون على دي بروين بس ليش ما نحاول؟ ليش ما نحاول تعال؟ يعني قيمة السوقية 87 مليون بنعطيهنا 88 مليون بكل اختصار يا جماعة ترى والله ده فعلك أكتر من قيمة وقيمة بالسوق بتقول إنه يعني هو أرخص من هيك جانا عرض لأوب لك من ليفركوزن والله العرض أسطوري من باير ليفركوزن لكن أنا ممكن بيعه ب94 مليون رح نطلب منهم 90 مليون إذا وافقوا والله ما اللي يحاقز عليه جماعة ترى 90 مليون بتجيب إنا ممكن لعب أسطوري معلش والله يا شافي ألونسو بس 90 مليون من الآخر ما أنه 70 مليون لا يا حبيبي لا 88 مليون بتكون أهلا وسهلا 81 والله ممكن نتفع على 87 مليون أنا شايفه فير ما ما عجبه براحتك براحتك والله هم بستنى الميزانية بس توصل 100 مليون لعيون الذهبي كيفن دي بروين يا شباب الدوري بيبدأ وللآن ما وصلنا 100 مليون أرجوكم وجاني عرض تاني لموراتا يا حبيبي ريال مدريد بدوني أخذوا فريقي كامل يا جماعة والله العرض تعباني رجال السلسيدات عرضوا لي أكتر ورفضوا دي باي مناوي حدا يشتريه طيب ترى ضيفة على قائمة الانتقالات صار لي سنتين لهلا ما أجاوه على عرض وجاني عرض له كوريا يا نانسيان كوريا أنه بأنا أصلا بالفريق والله العرض حليوي يا جماعة ليش ما منخلي كوريا الأساسي ومنبيع موراتا كوريا صح أنه أضعف من موراتا بس يعتبر أسرع منه وأعلى منه بالتزديد وأعلى منه بكل الطاقات كيف موراتا 84 وكوريا 82 لا تسألني فصراحة ليش لما نبيع الفارو موراتا ونبيع ما هو منفس دي باي طيب خلينا نضيف موراتا إلا ما يجي شي عرض اوه جانا عرض من باير ليفركوزن والله العرض ممتازة جماعة بس ممكن أنه ننهبهم زيادة نطلب منهم هيك أبو 50 60 مليون ساعتا صفقة أسطورية بتكون طيب نزودلهم هيك أبو 10 مليون يا ربي وافو او ماي جود او ماي جود والله شكرا والله شكرا جاني عرض تاني لموراتا بعد ما وفقنا على هاد اوه باريسان جرمان يا الله والله هذول بيدفعوا والله أخيرا موراتا خارج الفريق مع أنه والله واحد من أفضل لعبين الفريق ولكن يا جماعة محتاجين مبالغ حتى نجيب محتاجين يوروهات لازم والله تقييم إيه للآن فقط صفقتين بتقييم إيه هاي الحلقة وهي صفقة الثالثة وهي صفقة الثالثة لا إله إلا الله خلاص يوهو كان ممكن بيعوا ب70 شلون والله شكل المفاوضاتي سيئة بس وصلت ميزانيتنا للمية و73 مليون يورو الآن صار وقت أنه نحاول مع كيفين دي بروين مرة ثانية ويا رب جوارديولا يوافق هاللمرة يا رب طيب خلينا نبدأ معهم ب93 مليون يورو و98 مليون يعني ممكن ناخده على 94 صح 94 مليون يا جوارديولا ترى 32 سن اللاعب يا صفقة واو يا الصفقة واو يا الصفقة وهذا على فكرة مو أوا صفقة بهذه الحلقة لأنه السلاح السري مخبي للآخر عقد لمدة سنتين وطالب شر جزائي 320 أو 230 مليون وبدو يقل الراتبه كمان يا أخي دي بروين تواضح يا أخي تواضح اللاعب الذهبي والله ولكم يا كي دي بي شوف استقبال الجماهير بس لكيفين دي بروين لاعب عالمي لاعب أسطوري بينضم لأتلاتيكو مدريد ونادي في العاصمة مدريد والله حرام ما يعطوني تقييم ايه ترى ترى الصفقة تاريخية تعتبر يا رب أنه تقييم ايه الحمد لله يا رب أخيرا ثالث صفقة بتقييم ايه بقية لتنتين بس فحاليا كيفين دي بروين لازم ينزل أساسي مكان واحد من هدول لثلاثة فليش ما منزله أساسي مكان كوكي ومنخلي لورينتي بمركز المحور أو دي بول محور عادي يعني هاي مجموعتنا بدوري أبطال أوروبا حاليا فإذا بتتوقع أنه نفشل بتحقييم دوري أبطال أوروبا حط لايك على هذا المقطع إذا بتتوقع أنه ننجح ونحقي دوري الأبطال للأول بنهاية الموسم حط اشتراك وأنا نصيحة مني حط اشتراك لأنه استلاح السري قادم الآن حتى تحقييم دوري أبطال أوروبا لازمك لاعبين خبرة بدوري أبطال أوروبا أنا الآن مو رح جيب لاعب خبرة بدوري أبطال أوروبا رح جيب لاعب الذي يسمى ملك دوري أبطال أوروبا حرفياً أكيد عرفتوا أصدعاً مين كريستيان السي رونالدو رونالدو حالياً عمره 38 سنة وذهب إلى النصر السعودي ما في أي نادي من أوروبا أغرق دون كريستيان ورونالدو فهدفنا أنه نقنعه وأنه ينضم لصفوفنا وإن شاء الله أنه نقدر نقنعه بالبداية وحتى نعمل هذا الشي كان من الضروري أنه نكون مشاركين بدوري أبطال أوروبا فطالما مشاركين بدوري الأبطال الكريستيان حيفكر أنه أنا لازم سجل ولازم عزد صدارتي بهذافين دوري أبطال أوروبا التاريخيين وممكن أنه يقتنع أنه يجي على فريقنا أنا محتاجه موسم واحد بس موسم واحد بس أخيل يا جماعة خيانة عظمة لريال مدريد ولكن ما تعتبر خيانة لأنه بكل بساطة فلورنتينو بيريز هو اللي رفض أنه يرجع كريستيانو يعني كريستيانو كان بده يرجع بس فلورنتينو بيريز هو اللي رفض وخرب الصفقة رح نقدم حالياً 20 مليون وطلبوا لاعب 119 مليون ومن فوقه 9 مليون بس والله برأي يخدوه لللاعب يا خي ليش لا بس خدوا فوق 3 مليون أوكي 5 مليون يا سلام يا سلام الآن الاتفاق مع النادي تم الصعوبة مو بالاتفاق مع النادي الصعوبة بأنه يقتنع كريستيانو ينضم يعني ممكن النادي يوافق ولكن كريستيانو يرفض الصفقة بس كريستيانو وافق مبدئياً أنه يتفاوض معنا ويقابلنا بمطعم ونتفق على الشروط الشخصية معه ما لنا أي مصلحة نرفض أي شرط بيحطه كريستيانو أي شرط بيقوله أوه شوفوا من البداية بلش يتشرط كريستيانو بس بيحقله ملك دوري أبطال أوروبا بيحقله يحط شروطه طيب طالب دور حاسم أكيد 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 بيستاهل يا جماعة شوفوا جايب وكيل أعماله معه كمان وووو كم العقد يا كريستيانو خايف أعطيه يا جماعة سنوات كتيرة يقوم يعتزل قبله ولا شي والله مدري بنعطيه ثلاثة سنوات والله وافا ووو يكمل للوحد واربعين سنة ويشارك بكأس العالم ٢٠٢٦ وطلب راتب خمسين ألف بس وعلى كل عشر أهداف يسجلن طلب سبعمائة ألف هو عرفان يا جماعة أنه الراتب موم وهم هو حيسجل عشر أهداف كل مباريتين وهيكم نقدر نقول وشوف ترحيب الجماهير الخاص للدون كريستيانو السيوي اللي بينضم على دوري أبطال أوروبا فحاليا السؤال الصعب مرة ثانية يا جماعة إذا شايفين أنه فعليا حنحقق دوري أبطال أوروبا حط اشتراك إذا شايف أنه لسه حنفشل مع أنه عندنا كريستيانو رونالدو فحط لك على هذه الحلقة ونصيحة مني اشترك لأنه كريستيانو بيفجر الدنيا اليوم حاليا الرقم إذاعش الجديد في نادي أتليتيكو مدريد هو الدون التاريخي كريستيانو رونالدو حرام والله ما يعطونا تقييم إيه والله يعيب عليكم ترى الدون يا أخي عيب والله عيب أهم شي نعطي كريستيانو الرقم سبعة وما لش يا أنتوان جريزمان منطر أن نغير رقمك للرقم عشرة حاليا إذا بتلقوا نصر على معنوياتك كريستيانو رونالدو بتلاقوا أنه سعيد جدا ولكن الجاهزية عنده مو أفضل شي فلازم أنه ينزل أساسي يعتاد على رتم المباريات وحاليا هجومنا يعتبر أسطوري صار وعننا أول مباراة على طول ببطولة الدوري ضد نادي غرناطة مباراة وغريزمان واضح أنه ثنائية تاريخية بتكون وحتى لا تقوله أنه بسبب المستوى سهل رح نحط للمستوى أسطوري هيك أصعب شي حاليا إحنا بصدارة الدوري الفريق الوحيد اللي سجل خمس أهداف بأول مباراة وجانا عرض لكوكي من نادي ليفربول الصراحة كوكي بيكون لعب دكة فليش من بيعه وليفربول سبق أنه أخدوا مننا لاعبين مثل توريس وغيرهم أوكي زعلوا ليفربول شكرا خلينا نشوف بتاني مباراة ضد نادي ريال بيتيست كريستيانو وغريزمان شو ممكن أنه يساوي أربعة صفر لا إله إلا لغريزمان جاي بهاترك مش طبيعي مش طبيعي أداء الفريق يا جماعة من بداية الدوري مبارايتين تسع أهداف وما تلقينا ولا هداف كلينشيت بمبارايتين على التوالي وصدارة الدوري ريال مدريدة عادل وبرشلونة عادل فنحنا المتصدرين الوحيدين مع ريال سوسيداد مركز الوحيد اللي ممكن يطور هو مركز الظهير اليسار هذا اللاعب ما عنده ولا شيء مثل الناس إذا حبينا نجيب لاعب مثل أليخاندرو بالدي من برشلونة يعتبر لاعب موهبة ولكن كم حيكلفنا شرطه جزائي 100 مليون أنا لا معي 100 مليون ولا غيرها يا رجل كل اللي معي 59 مليون ورح حاول أعطيكم هيك أبو 52 مليون بركي بوافقوا يا جماعة شافي أرجوك وافق وافق على 52 مليون وإذا بدي بيع اللاعب بعطيهم 10% يعني إذا بيعت اللاعب مثلا بالمستقبل 100 مليون بعطيهم 10 مليون لبرشلونة بس ليش لا؟ بيبقى معنا 6 مليون يورو وظهير أسطوري وبيتطور طبعا حتقلي منار أوتو 81 نفس خافي قالان لا تنسى أنه هذا عمره 19 سنة بينما هداك عمره 29 سنة فهذا 100% لسه حيتطور وطلب راتب 32 ألف وحاليا بيبقى معي ميزانية حدود 5 مليون بس يلا يلا حلو حلو والله صفقة تاريخية يا أليخاندرو بالدي يا رب تقييم إيه والله نساء صايدوا يا جماعة ترى بسعر تاريخي يعتبر يا رب تقييم إيه يا رب يا السلام يا السلام يا السلام فحقنا الشرط وصلنا 5 سفقات بتقييم إيه فلازم أنك تحط لايك على هذا المقطع لأنه حقنا هذا الشرط فحاليا بالدي بينزل أساسي ممكن نكمل بخطة الخمس مدافعين بما أنه نافع معنا وما تلقينا ولا هدف بأول مباريتين وطالما وجود عنا لاعب مثل كريستيانو رونالدو فحرام حدا يكون الكبتاء على حسابه حتى ضربات الجزاء أنا بوثق بكريستيانو أكثر من أي لاعب مسألة الضربات الحرة خلينا نقول أنه قريزمان عنده ضربات حرة الصراحة آوى من أي لاعب تاني فممكن يعني حرام ناخد من قريزمان يعني الضربات الحرة وضربات الجزاء يعني ما بي غير نرمي على دكة البدلاء لازم كريستيانو يسجل لازم كريستيانو يسجل أربعة صفر رونالدو رونالدو جايب قولي يا حرام راحل هاترك يدون ولا رونالدو جايب هدفين أصلي يعني حرفيا بداية تاريخية لكريستيانو رونالدو بثلاث مباريات مسجلة ثلاث أهداف فكانت فترة انتقالات تاريخية تعاقدنا مع كم من جاي تعاقدنا مع بالدي تعاقدنا مع رونالدو وكذلك مع كيفين دي برون يعني تقريبا غير نص الفريق حاليا عنا مباراة مهمة لأنه منلعب ضد إشبيلي صاحب المركز الرابع وبحالة اخسرت راح تروح الصدارة رسميا للآن ما طلقينا ولا أي هدف ولكن إشبيلي فريق لا يستهم فيه ولا تنسوا أنه عندنا القائد تبعون سيرجي راموس يا رب يا كريم انفوز عليهم حلو ثلاثة الله عليك يا ليرنتي يا رب انه رونالدو مسجل رونالدو أرجو دي بروين جايب هدف وغيرزمان جايب هدف حلوين فحاليا نحن بصدارة الدوري الإسباني على حساب ريال مدريدو على حساب برشلونة فاللي بيصير أنه منمشي لحد الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية ضد لاتسيو أربع واحد أطربني يا رجل أطربني حاليا كريستيانو بمواجهة زملائه السابقين وفريقه السابق فإذا بتتوقع أنه كريستيانو رح ينجح في التسجيل على ريال مدريد حط لايك إذا بتتوقع أنه رح يفشل وما رح يسجل عليهم حط اشتراك يعني اصطلاع بين جمهور كريستيانو وجمهور مدريد اللي هن تقريبا جمهور واحد فخلينا نشوف هل حيتفوق اللايك أم حيتفوق الاشتراك رح شوف من إحصايات المقطع يا رب يا كريم أنا الأهم عندي فوز أتليديكو مدريد لا تعادل رونالدو سجل والله سجل عليك من جبل نقول التعادل يا ربي بلينج هام بلينج هام أرجوك أمام أنظار كريستيانو عم تسجل مين اللي سجلنا الهدف الأول هذا السؤال مولينة سجل مثل كأس العالم أمام هولندا والله بيلي بيلي مع ميرحم ولكن التعادل يعتبر أها أفضل من الخسارة الصراحة أمام ريال مدريد ريال بالمركز السابع واو حاليا بنشوف المرشحين للكرة الذهبية فزنا ضد أساسونة 3-1 المباراة اللي بعدها كذلك فوز ضد فينورد 3-1 والله أداء أسطوري للآن المباراة اللي بعد ريال سيسيدات كذلك فوز ما خسرنا ولا أي خسارة للآن والإجان الخصم اللي بعده سلتافيغو سهلين ووو خسرنا ضد سلتافيغو يا رجل متعادل مع الريال ومنخسر من سلتافيغو والله حرام عليكم شكل الصدارة ودعت السؤال الآن مين هداف دوري أبطال أوروبا ووو كريستيانو المركز الرابع أظن سلتك سهلين يعني وووو خمسة صفر خمسة صفر كريستيانو كم سجل من الخمسة هدول كريستيانو سجل منه انهدف يا جماعة وصار بالمركز الثاني حاليا هداف الدوري الإسباني هو ليفندوسكي التالت لورينتي اللي هو معادل ليفندوسكي 8 أهداف ونحن صرنا بالمركز الثاني بسبب الخسارة هاي الآن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية هالند وهاريكين وليفندوسكي وكلينا مبابي صعب الصراحة كريستيانو يترشح لأن الموسم الماضي تقريبا ما حق بطولات فاللي بيصير حاليا أنه بنمشي لحد نهاية دور المجموعات وبنشوف هل حنتصدر مجموعتنا ولا لا مباراة ضد بورتيفو ألافش 2-1 الحمد لللي رجعنا لسكة الانتصارات ضد لاس بالماس 2-2 ليش الأهداف قلت وك 2-1 ليهووو ما في أي مباراة منسجل أكثر من هدفي التعادل واو واو يا شباب واو يا شباب ولكن عنا الريال مايوركا إيزي 2-2 تعادل مرة ثانية وفينورت فزنا 2-1 والمباراة الأهم الآن مباراة برشلونة المباراة هي بالحقيقة طبعا انتهت بنتيجة 1-0 وجواب فيلك سوى اللي يسجل فحاليا هداف الدوري تخيل مين لورينتي لورينتي يا رجل مو كريستيانو ولا حتى كريزمان وبدوري الإسباني نحن بالمركز الثاني والريال بالمركز الثالث شد ومو خسراني ولا خسارة للآن فهي المباراة رح تحسم صدارة الدوري الإسباني كريستيانو في مواجهة برشلونة وطبعا يا جماعة أظن الموضوع واضحة كريستيانو دائما ما كان بيسجل عبر شلونة فتوقعك إذا كريستيانو رح يسجل عبر شلونة بهي المباراة حط لايك إذا بتتوقع أنه حيفشل بالتسجيل حط اشتراك أتمنى أنه كريستيانو يسجل بهي المباراة لأنها مباراة مهمة ومهمة جدا يا جماعة من أجل صدارة الدوري الإسباني في مواجهة هيت تشكيلة كاملة جابوا غريلش أرجوك يا كريستيانو أرجوك يا كريستيانو أرجوك يا كريستيانو أوه اتنين اتنين كريزمان جاب التعادل ولكن كريستيانو جاب الهدف الأول وسجل على برشلونة وسجل على ريال مدريد بنفس الحلقة بس للأسف هذه النتيجة ما بتساعدنا وما زلنا بالمركز الثاني حاليا بنعمل محاكاة لحد بطولة كأس السوبر الإسباني اللي بنواجه فيها ريال مدريد مباراة ضد ألميريا المفروض إيزي ثلاثة اتنين ضد لاتسيو أرجوكم ثلاثة اتنين أظن إحنا متأهلين هيك من دوري الأبطال للمفروض ثلاثة واحد ضد بالباو بعدين تعادل جيرونا والله جيرونا خطيرين هالموسم أرجوكم يا شباب اتنين واحد الحمد لله فيزنا مباراة بكأس الملك الحمد لله الحمد لله يا رب يعني حاليا نحن وصلي على كأس السوبر الإسباني وبنفس الوقت بالمركز الثاني بالدوري بعد برشلونة حاليا بننتبع ضد ريال مدريد تكتيك مختلف وجديد وهو تكتيك الدفاع يا جماعة الدفاع ولا شيء غير الدفاع يعني بكل بساطة بدي سجل عليهم هدف واللعيبة ترجع الدافع فنتأمل أن التكتيك ينجح الصراحة لأن الريال بما نحضر حرفيا وصعب جدا أنك توقف أوه مايجو أوكي خصلنا والله أنا فكرت فيزنا يا رجل بلينغ هام حسبي الله ونعمل وكيل بس التكتيك نقلب علي يا شباب التكتيك نقلب علي بسمومهم لأن البطولات لثلاثة الكبرى هي كأس الملك والدوري وكذلك دوري أبطال أوروبا ونحن تأحلنا بصدارة مجموعتنا وهي بترتيب بقية المجموعات كيف ما نشسروا يناية التأهل ول أرسنال طلع برشلونة بالمركس ليك مين المتصدر يا جماعة وربي الواقعية تصيح بنواجه أوه بنواجه نابولي يا السلام برشلونة بيواجه نادي بايرمنش دقيقة من وقت أضحك على برشلونة بالتعليقات كل واحد يكتب ها 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 على برشلونة منمشي الآن لحد مباراة دور 16 عنه مباراة ضد راييفي كانو ثلاثة واحد الله عليكم يا رجالوربي متقلقين بزيادة مباراة اللي بعدها أربعة ثلاثة ضد غرناطا وبكاس الملك فيزنة ضد فالينسي ماي جود لا ليك بنلعب ضد مين التكتيك كان ناجح ضد ريال مدريد لكن المشكلة الحي бес Sendur بلعد هدف بأول الدقاء فإن شاء الله هالمرة يضبط لأنه عندي مباراة ضد ريال على التوالي واحدة بالكاس وواحدة بالدوري ميف حدث لعنين أعطر أنا عمقلكم فريق منحوس يا رجل بالدوري يا رب أوكي خسرنا ضد ريال مدريب بالدوري يا الله والله نحن بالمركز الثاني كان ممكن نتصدر يا رجل ليك الريال بالمركز السادس حاليا عن مباراة الذهاب ضد برشلونة بالله عليكم يا شباب على الأقل تعادل أوكي فزنا عليهم وربي أصلي وفوز على إشبيليا يا رب لاسبالماس فوز يا رب صرنا يا شباب مستحيل مستحيل السيناريوهات هاي الغبية حاليا مباراة نامبولي المباراة مهمة جدا ولكن طالما عندك ملك دوري يا الأبطال ليش والخوف يا جماعة ايه ايه في لعب مطروض ولا شي خيمنيز مصاب أوكي بينزل هذا أساسي حاليا خلينا نشوف شو اللي رح يصير 3-0 الله عليك يا كريستيانو 3-0 من إنجريزمن وكريستيانو لورنتي حاليا القياب ضد برشلونة ده خيالي قلبوه علينا مستحيل صح ضد المريا هاي المباراة هي اللي رح تحدد أوكي طالما نفزنا على المريا برشلونة إيزي والله جلدك الشهر يا رجل وجهنا برشلونة مرتين وريال مدريد مرة واو الشهر الماضي وجهنا ريال مدريد كمان مرتين يعني بشهرين وجهت برشلونة وريال مدريد خمس مرات ولسه بواجه برشلونة الشهر الجاي لا إلهة إلا الله فكونا يا أخي من برشلونة رات رجعنا تعادلنا أرجوكم خلاص طيب ضد قادش إيزي حلو الحمد لله نبولي فرجعنا فزنا على نبولي واو والله جلدناه نجل حاليا كريستيانو هو ثالث الهدافين كريزمان الثاني وعندك الروبرت ليفندوسكي هو الأول بيلي ليك بيلي يا جماعة جلات حتى هون ما لي إلا التكتيك اللي اعتمدته ضد دريال مدريد اعتمده ضد برشلونة التكتيك دفاعي بحت لأن مستحيل تفوز على برشلونة بغير هالطريقة مستحيل أن يقدر أستحوذ عليهم أو أمسك اللعب فلازم أن يسجل هدف ودافع طيب بسم الله حانا الآن معرفة المتصدر أول الي حيتصدر والله التكتيك نفع يا جماعة التكتيك نفع هذا هو التكتيك الوحيد اللي نافع إذا بتكون التكتيك تبوني بالتعليقات وحاليا وأخيرا من أول الموسم وأنا بيودي أن يتصدر وأخيرا تصدرنا الآن رح نعرف خصمنا بدور ربع النهائي خلال 3 2 1 بسم الله بنواجه باريسان جيرماني يعني بنواجه تيليا نمبابي ورفاقه وعندك الباير والسيتي والله نص 4 نهاية نهاية إنااري والريال واليون الكريم الطرح برشلونة طلعوا! енно من بايرن حالياً عندنا شهر صعب جداً سيحسم كل شيء حرفياً المباراة الأولى ضد فيا ريال فثنا 2-1 ضد سوسيدابل كأس فثنا 2-1 باريس تعادل ووووووووووواو واصبرت عادلنا ضد جيرونة كمان والله الصراحة الوضع ما بطم ايو او كي عنا نسيا أرجع لا نسينا أنرجع يا جماعة وين هوやって الكمنائز هنا ف comm أجلقنا على صفحه حتي Gan mint من السنين النقلية أناs ينتظر لماذا؟ هيا ينتظر سيتي تأهل والبايرون تأهل وريان مدريد تطلع بمفاجأة كبرى حالياً إحنا متصدرين الدوري بفرق نقطة واحدة عن برشلونا نقطة واحدة يعني أي خسارة أي تعادل راح تصداره السؤال الآن مين بنواجه من الفرق لثلاثة بنص نهاية دوري أبطال أوروبا راح نعرف خلال ثلاثة اثنين واحد بنواجه منشستر ينايتد يعني كريستيانو بيجلد فريقه السابق ممكن البايرون والسيتي مرة تانية الآن ضروري جداً أنه نفوز بالمباريات المتبقية حتى نظل متصدرين فزنا على ألافش ضروري الفوز ضد بالباو برشلونا ما عنده إلا الدوري منشستر ينايتد الذهاب بسم الله يا رب الله عليكم ثلاثة واحد إيزي لإياب مستحيل يقلبوا علينا يا رجل مستحيل لأنه مستغرب أنه نوصل له لها الدور حالياً آخر أربع مباريات إذا فزناهم نحن أبطال الدوري رسمياً ضد سلتا فيغو أول اختبار نجحنا فيه ثاني اختبار ضد خي تافي خمسة واحد خمسة واحد يا ساتر من هداف الدوري الآن أو ليفا هو هداف الدوري باقي مباريتين يا كريستيانو والله باقي مباريتين ممكن ليك بليقهم بليقهم الثالث والله ممكن يا يدون والله ممكن يا يدون أوكي المباراة اللي بعد آه اثنين واحد بس حالياً هل نحن ضمننا الدوري الرسمية؟ أوه ماي جود برشلون 78 نقطة والله بلشت الخسائر يعني نحن أبطال الدوري رسمياً طيب بالنسبة لكأس الملك نحن شو ساوينا فزنا فيه على الريال سلسيدات تقريباً ولا كيف؟ والله فزنا فيه رسمياً يعني الدوري بالجيب الكأس بالجيب وحالياً البطولة الأهم مين لوصل عن النهائي البايرون وصل عن النهائي تذكر واجهنا الباير ب2016 وطلعناهم من دوري أمصال أوروبا فحالياً آخر مباراة هي تحصيل حاصل ولكن إذا جابت دون أهداف ممكن أنه يصير هداف دوري وهو بعمر لـ 38 سنة أرجوك يا كريستيانو هدفين بس أربعة وثنين والله ممكن يا جماعة والله ممكن من هو هداف الدوري هذا السؤال يا رب أنه كريستيانو أخذه فرق هدف بس عن ليفا يا حرام بس والله باحترام يا جماعة لورينتي جايب 20 جول بلينجهم جايب 24 جول وهنا نخطوط وسط الآن كريستيانو على بعيد هدفين من أنه يصير الهداف لهذه النسخة من دوري أبطال أوروبا هاي تشكيلتنا كريستيانو كذلك أكيد بيبدأ هاي المباراكة أساسي لتحقيق أول دوري أبطال أوروبا بتاريخ أتلاتي كومدري طيب بسم الله هجمة ومفرط الصلاة العرضية عن طريق كيفن دي بروين كيفن دي بروين كريستيانو جوا يا دي بروين باباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباب هاركين عمينافس كذلك وفرصة للبايرن آه عم تستهزقوا فيني أوه مايكو والله قوايا البايرن لا 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 حمد الله يا رب شيل 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 أوكي شيل 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 الله عليكم الله عليكم الله عليكم الله عليكم يلا يقرزوا يلا يقرزوا يلا رونالدو 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 رونال الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك يا كريستيانو شكرا على الأسس وشكرا يا غريزمان والله غريزمان يا جماعة يستحقها كذا نهاية مع أثلاتيكو وهيك رسميا انتهت المباراة بنجاح شكرا يا كريستيانو شكرا يا غريزمان ورسميا أول دوري أبطال أثلاتيكو مدريد بس سادس دوري أبطال أوروبا لكريستيانو رونالدو فإذا استبدأت بهاي الحلقة وعجبتك فرح يجبك إعادة البناء هي بفكرة مشابهة أسطورية فأضغط على هذا المقطع وروح شوفه الآن